اشتركوا في القناة هذه المباراة كل الاهلوية ينتظروا هذه المباراة ماذا سيفعل بيتسو موسيماني غدا ماذا سيفعل فليك المدير الفني لنادي باير ميونيخ هل بيتسو موسيماني حيلعب بالطريقة المعتادة هل فليك حيلعب بطريقة المعتادة كيف سيواجه فليك موسيماني وكيف سيواجه موسيماني فليك بكل ده بكرة حنشوفه ان شاء الله في هذه المباراة التاريخية هي مباراة للتاريخ لكل اللاعبين المتواجدين لقيمة النادي الأهلي المتواجدة كل اللاعبين ينتظروا هذه المباراة الحقيقة مبارح كان كلامي كله عن التحفيز والطموح والشغف والكلام ده كله ولكن النهاردة الموضوع مختلف شوية لأنه لازم يبقى هناك توازن بينك وبين نفسك كلعيب كرة أو كجمهور بتشجع كرة القدم دايما حضرتك تبقى عارف أن كرة القدم مكسب وخسارة كرة القدم مكسب وخسارة النادي الأهلي بيلعب على إيه؟ النادي الأهلي بيلعب على المكسب ولكن كرة القدم تعرف كل شيء زي ما حضرتكوا عارفين هناك فروق كبيرة وفروق واضحة ما بين أرقام حتى نحن خلينا أتكلم بالأرقام دايما زي ما متعودين مع حضرتكم الأرقام والإحصاءات كلها في صالح بايردوم يونيخ بنسبة كبيرة جدا إذا تكلمنا عن القيمة التسويقية اللاعبت النادي الأهلي والقيمة التسويقية اللاعبت بايردوم يونيخ الفارق كبير جداً دي 879 وهنا 25 مليون يورو الفارق كبير جداً 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 إذا تكلمنا على أي حاجة حضرتك ممكن تتكلم فيها ما بين اختلاف المهارات اختلاف الأجواء اختلاف أي شيء حتجد أن بايرد ميونيخ هو الأفضل في كل شيء هذه هي كرة القدم ولكن هل الأفضل دائماً بيفوز؟ محدش عارف هل الأفضل دائماً بيعمل مباريات جيدة وبيكسب كل الناس اللي بيلعبهم؟ لا طبعاً ما بيحصلش النادي الأهلي من وجهة نظري هو النادي الذي يستطيع إيقاف بايرد ميونيخ إزاي حيوقف بايرد ميونيخ؟ بالطريقة اللي حيلعب بها بيتسو موسيماني إذا كان بيتسو موسيماني موفق بكرة إن شاء الله خلينا نستغل كل الكلام اللي تقال خلينا نستغل كل ما كل الناس اللي جبناهم على التليفون واتكلموا في شيء واحد فقط وهي الثقة في لعبة النادي الأهلي بينهم وبين بعض وأيضاً الشجاعة في اللعبة أمام بايرد ميونيخ هي دي كرة القدم مثل هذه المباريات هي حلم بالنسبة لكل اللعبين أنا شخصياً كنت أتمنى إن أنا أكون لابس شورته وفنله ونزل لعب في مثل هذه المباراة هتقول لي إزاي ودي مباراة صعبة أيوة ما هي المباريات الصعبة دي هي اللي بتعمل اللاعبين هي المباريات الصعبة دي هي اللي بتعمل النجوم فالفارق كبير جداً بين أنت تقول لعب ونجم اللاعب فيه لعبة كتيرة جداً مروا على تاريخ كل الأندية ولكن النجوم والأساطير بتلاقيهم قليلين جداً 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 مثل هذه المباريات تخلق النجوم وتخلق الأساطير.